اطلقت لجنة الانتخابات المركزية عملية التسجيل الالكتروني لناخبين الذين لم يسجلوا سابقا من حملة الهوية الفلسطينية في الداخل والخارج اضطم تسجيل حتى الآن 60 ألف مواطن خلال شهر شباط الحالي بالإضافة ل 2 مليون مسجل للانتخابات سابقا تفاصيل أكثر عن التسجيل الالكتروني للانتخابات مع الناطق باسم لجنة الانتخابات الالكترونية فريد طعم الله الله يصبحك بالخير صلاح الخير لك والسادة المشاهدين طبعا هلأ احضرنا الدعاية يعني كأنها لخصت شوي حوارنا بس أكيد يعني بدنا نسمع منك تفاصيل الأوفى حول هذا الموضوع لو تحكينا شوي عن شروط تسجيل للانتخابات يعني شروط التسجيل للانتخابات سواء الكترونيا أو ورقيا هي نفس الشروط أن يكون عمر المواطن أو المواطني 17 سنة فأكثر وأن يكون يحمل هوية فلسطينية وبسجل في المكان اللي هو ساكن فيه اللي مسجل في هويته سواء كان بده المواطني يعني يكون بالتسجيل إلكترونيا أو ورقيا هي هاي الشروط اللي نص عليها القانون اللي لازم توافر في أي مسجل للانتخابات بالنسبة لآخر موعد للتسجيل يعني ما يميز التسجيل الإلكتروني أنه ما إلو موعد يعني بمعنى أنه مفتوح عادة في اللجلة للانتخابات نقوم بعملية تحدي تسجيل للناخبين سنويا خلال فترة أسبوع أو أسبوعين لم نكننا نعمل ورقيا ولكن هالمره بما أنه التسجيل صار إلكتروني فهذا يعني أنه التسجيل مفتوح يعني أي وقت في السنة بإمكان المواطني يدخل على الموكر الإلكتروني للجنيه زي ما شوفنا في الفيديو ويسجل اسمه مش مرتبط الموضوع بفترة زمنية محددة أو بوقت معين طب لو نتحدث عن الهدف من التسجيل الإلكترونيا يعني كيف هذا الشيء ممكن يفيد المواطن؟ يعني التسجيل أولا هو شرط للترشح والانتخاب يعني لا يستطيع أي مواطن أنه يشارك في الانتخابات إذا ما كان مسجل في سجل الناخبين يعني هذا الإشاء الأساسي وإحنا عشان نساعد الناس ونسهل عليهم هاي المهمة كنا نعمل التسجيل كل سنة نفتح لمدة أسبوع أو أسبوعين بحيث أنه الناس اللي بلغوا السن القانوني للتسجيل نضيفهم للسجيل هاي السنة فكرت اللجنة أنه تسهل الموضوع أكثر عن الناخبين وتوفر عليها بعض المال لأنه عملية التسجيل تأخذ كثير أموال يعني من اللجنة قاعة وموظفين وأوراق ونقل دفاتر وإدخال بيانات وإلى آخر فهاي السنة احنا كنا نضرب عصرين في حجر زي ما بيحكوا المثل بنسهل على المواطن وبنوفر على اللجنة لأنه كثير من المواطنين اللي بيحملوا الهوية الفلسطينية اللي هم حوالي احنا متوقع عددهم حوالي 400 ألف مواطن مش مسجلين لحد الآن اللي هم 20% من المؤهلين للتسجيل ممكن نحكي أنه هم يعني وصلوا السن القانوني ولا في ناس يعني لا في عنا احنا المسجلين في سجيل الناخبين هم 80% تقريبا من المؤهلين للتسجيل وهذا بيع من 20% لضايرين هم حوالي 400 ألف مواطن هذول المواطن نحن نعتقد كاللجنة الانتخابات أنه معظمهم موجودين في الخارج يعني في دبي أو في الرياض أو في عمان من حملة الهوية الفلسطينية من حملة الهوية الفلسطينية بالتالي نحن نفكر أنه هذول الناس عشان نسهل عليهم عملية التسجيل عشان نكون العملية التسجيل أسهل لأنهم مقيمين خارج البلد التسجيل الإلكتروني بتيح لهم أنه يستطيعوا أنهم يسجلوا أسماءهم بدون ما يضطروا يجوا على البلاد ويسجلوا لأنه عادة التسجيل نفتح المراكز بشكل تقليدي في وقت محدد من السنة ما بيكونوا موجودين ولكن هذه المرة وهذا بحب أن أخاطب الجمهور الفلسطيني خارج فلسطين اللي بيشوفونا الآن أنه بمكانهم يدخلوا على الموقع الإلكتروني للجنزة ما شفنا في الإعلان الفيديو والعمالية ما بتصارك ثواني ممكن نسجل واحد اسمه ويكون بضمن حقه بالترشح أو بالاقتراع أكيد من ما يحس حالي أنه مقطوع عن البلد يعني في كتير ناس مثلا نطلعوا مش بإرادتهم أو بقية يعني خارج البلد بس بالآخر يعني حابين يصوتوا حابين يعني أنه يكون لهم دور في التغيير فهذا شيء جديد نعم وهذه فرصة لهم أنه يسجلوا أسمائهم في سجل للناخبين ولما تسجل الانتخبات إذا بنتمكنوا يجوا ويشاركوا في الانتخبات يعني كان به لم يستطيعوا على أقل حقهم محفوظ في التصويت وإذن موضوع التسجيل الإلكتروني هو أوفر على اللجنة وأسهل على المواطن أكيد طيب لماذا تم إطلاقتي الحملة في هذا الوقت تحديدا؟ يعني إحنا زي ما حكيت لك أنه منعمل تحديث السجل عادة في شهر آذار كل سنة يعني في شهر رشباط أو آذار وكنا نفتحه لفترة محددة ولكن هذه السنة إحنا استغلنا فرصة العملية التحديث لأنه ناس تعودوا أنه نعمل تحديث سجل الناخبين في هذا الموعد من هذه السنة فحبينا نطلق التسجيل الإلكتروني بنفس الموعد وبس ما رح يسكر في نهاية الشهر رح يظل مفتوح لأنه عادة التسجيل الإلكتروني مربوط يعني تحديث السجيل مربوط بطلاب الثانوية العامة أنه طلاب الثانوية العامة اللي بلغوا السن القانوني للتسجيل عادة مننا نحب نستهدفهم يعني نروح عليهم في المدارس قبل ما يتخرجوا ويطلعوا من المدرسة فبكون أسهل علينا أنهم موجودين في المدارس بنسجلهم في المدارس فكان هيتكرة أنه تحديث السجيل بتم شباط وأذار قبل ما الطلاب التوجيهي يعني يغادروا مقاعد الدراسي وهي السنة عملنا بنفس الموعد ولكن الفرق الوحيد أنه التسجيل رح يكون مستمر مش مرتبط بفترة زمنية مفتوح لفترة غير محددة لو نتحدث عن اللجنة أنت عندكم مشروع جديد لذوي الحاجات الخاصة أو ذوي الإعاقة ما هو المشروع؟ يعني مشروع ذوي الإعاقة احنا فكرنا فيه أنه بعد الانتخابات البلدية 2012 اكتشفنا أو لاحظنا أنه مراكز الإقتراع وإجراءات الإقتراع اللي عملتها اللجنة غير ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة اللي عندهم إعاقة حركية أو بصرية أو سنعية فمنذ الانتخابات 2012 اليوم اللجنة بلشت في مراجعة كل إجراءات الإقتراع والتصويت وحتى التسجيل وزي ما شفته في الفيديو حتى المواد التوعية والتثقيف اللي بنصدرها بتكون فيها لغة الإشارة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية فاللجنة هذا جزء من يعني هذا يعني أخذ الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتبار حتى في الرسائل ومواد التوعية هو كان جزء من مشروع موائمة الإجراءات ومقار اللجنة وكل ما يتعلق باللجنة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فقمنا مثلا بتأهيل عدم المراكز بتكون موائمة الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة للعاقة الحركية العاقة الحركية التنقل العاقة البصرية قريباً راح نكون بالتغييرات على الموقع الإلكتروني للجنة بحيث يستطيع الأشخاص الضوء والعاقة البصرية التعامل مع الموقع الإلكتروني للجنة كل مواد التوعية والتثقيف اللي بنصدرها من الآن فصاعداً راح تكون بلغة بريل للأشخاص الضوء والعاقة البصرية وبلغة الإشارة للأشخاص الضوء والعاقة السمعية بالإضافة لبعض التسهيلات اللي بتتعلق بحركة الأشخاص دول إعاقة داخل مراكز الاقتراع والتسجيل بالإضافة لذلك أن اللجنة كمان راح تأهل عدد من الأشخاص دول إعاقة يعني ندربهم عشان يشترون مع اللجنة ويكون حتى في عمل اللجنة في إمن الأشخاص دول إعاقة موجودين في عمل اللجنة يعني كنتوا بتدريب ناس من دول إعاقة للإعاقة؟ فنقوم خلال الأشهر القادمة بتدريب عشرات الأشخاص دول إعاقة المؤهلين طبعاً من ناحية علمية للعمل مع اللجنة فنقوم بتدريبهم وتأهيلهم بحيث يكون باستطاعتهم العمل مع اللجنة يكونوا مطلعين على قانون الانتخابات على إجراءات اللجنة وتشاركوهم كأنهم جزء يعني من هم يكونوا جزء يعني إحنا مش فلسهم جمهور مستهدف هم كمان راح يكونوا جزء من البيئة العمل الخاصة بلجنة الانتخابات ورح يكونوا باستطاعتهم مشتيرهم على اللجنة لاحقاً وفي عندنا كمان مشروع للأشخاص دول إعاقة أنه بنعمل عملية محاكاة للعملية الانتخابية داخل المدارس مدارس الإعاقة يعني طلاب المدارس نتعرف المدارس الإعاقة في عندنا مدارس مختصة بالأشخاص دول إعاقة أكيد تم استهدافهم يعني من قبلكم؟ فإحنا راح نستهدف ست مدارس فيها حوالي 300 طالب وطالبي من الأشخاص دول إعاقة في غزة وفي الضفة الغربية هؤلاء الأشخاص سنكون بإجراء محاكاة يعني كأنه تمثيل للعملية الانتخابية وبهاي الطريقة بستطيع الأشخاص دول إعاقة يشاركوا في الانتخابات يعني يعملوا كل العملية الانتخابية من التسجيل للترشح للإقتراع والدعاء الانتخابي وبهاي الطريقة إحنا كاللجنة الانتخابات بنكون بتجربة إجراءاتنا إجراءات اللجنة اللي وقمناها للأشخاص دول إعاقة ونجرب إنه هل هي صحيحة أو لا وبالنسبة للطلاب بيستفيدوا خبرة وتجربة انتخابية بتأهلهم إنهم يشاركوا في الانتخابات الحقيقية لاحقا أكيد وهذا الشيء بيحفزهم يعني للتصويت والمشاركة بهذه الأمور لأنه حس حالهم جزء من المجتمع سواء بأنهم فئة مستهدفة وبأنهم فئة مشاركة بهذه الانتخابات نعم وإحنا خلال السنة الماضية ندربنا حوالي 100 شخص من دول إعاقة استهدفناهم من خلال ورش عمل التوعي بحقوقهم إنهم كمواطنين لكم الحق تشاركوا في الانتخابات كمان لازم تعملوا نوع من الدعم والمناصرة إنه يكون فيه مثلا قوائم من الأشخاص دول إعاقة في الانتخابات القادمة كمان ممكن الناخبين بما أنه عددهم أشخاص دول إعاقة في فلسطين بالمناسبة عددهم حوالي 170 ألف إلى 200 ألف مواطن يعني شريحة كتير كبيرة هم يعني بشكله أكبر من معظم الأحزاب في فلسطين يعني عندهم كوة انتخابية لا يستهان فيها فإحنا بنحاول نبني قدراتهم بحيث يستطيعوا أولا التأثير على المنتخبين على المرشحين لوضع بعض البرامج التي تعلقوا الإعاقة في برنامجهم الانتخابي هذا أولا وثانيا أنهم كأشخاص دول إعاقة يرشحوا عدد منهم للانتخابات البلزية لجوز كمان ما يترشحوا للانتخابات نعم ويترشحوا للانتخابات مثلا البلديات وبالتالي بيستطيعوا أنهم في صنع القرار يخيروا بعض البيئة المحيطة فيهم على مستوى البلدية أو مستوى الجزء التشريعي أو على مستوى صنع القرار أكيد إلا ما تكون لهم نظرات حفاق مختلفة بالطبع بالضبط فهم الخطوة الأولى لتغيير واقعهم أنا أعتقد أنه يشاركوا في الانتخابات يكون لهم رأي مسموع يكونوا كتلة انتخابية منظمة وهي بتكون البداية يعني والدفع بالتأكيد راح يكون بإستطاعتهم أنه يحطوا المواضيع اللي بتعلق بالإعاقة على سلم أولويات أصحاب صنع القرار إن شاء الله لو نتحدث في كلمة أخيرة عن أهداف المشروع بشكل عام يعني هدفنا الأساسي المشروع أنه الأشخاص ده والإعاقة يستطيعوا المشاركة السياسية بشكل عام والمشاركة بالانتخابات بشكل خاص يستطيعوا أن يقوموا بها بدون أي مساعدة من أحد لأنه كثير ناس وقت الانتخابات بيجي مثلا بيجي شخص عنده إعاقة حركية بيجي الناس بيساعدوه يحملوه يدخلوه على المركز الإقتراع طبعا ناس حابين يساعدوه بسهو بالنسبة له كإنسان كمواطن بيحب أنه يمارس العملية الانتخابية بدون مساعدة يعني زي وزي أي مواطن فإحنا هدفنا ببساطة أنه كل شخص سواء عنده إعاقة أو ما عنده إعاقة يستطيع يكون بالعملية الانتخابية في كل مراحلها أنا أقصد الانتخابات هي مش فقط الاقتراع التسجيل الترشح الدعاية والاقتراع يكون بهذه العملية بدون مساعدة من أي حدا كأي مواطن ما عنده إعاقة هذا أولا ثانيا إحنا هدفنا كمان أنه الأشخاص ده والإعاقة يوصلوا لسلع القرار وبالتالي يغيروا في النظرة العامة للمجتمع هذا شيء لازم لأنه مثلا في أمريكا بعد حرب فيتنام كثير أمريكان كانوا عسكر يعني جنود في الجيش يصارنوا معاقات لما رجعوا بعد الحرب دخلوا الانتخابات والسياسة وغيروا كل واقع الإعاقة في أمريكا فصارت نظرة المواطنين للأشخاص ده والإعاقة نظرة إيجابية سيما أنه برضو عندنا نفس الظروف أنه عدد كبير من الأشخاص ده والإعاقة هم هم جرحة الانتفاضة جرحة صدماتنا الاحتلال أو المعتقلات وبالتالي لازم تكون نظرة المجتمع لهم نظرة إيجابية أكثر مما هي حاليا أكيد إن شاء الله يعني طبعا بتمنى لكم التوفيق في مشاريعكم شكرا إليك إن شاء الله يعني الناس فيهم يتابعوا هذا عن طريق موقعكم الإلكتروني اللي تم ذكروا في الدعاية لو نرجع نعيد الموقع بس عشان الناس يقدروا يتذكروا الموقع الإلكتروني للجنة هو www.elections.ps منتاز إن شاء الله طبعا نتمنى لكم التوفيق شكرا إليك شكرا مشاهدين ونكون هناك إحنا وإياكم وصلنا لختم فقراتنا لليوم أنا بشوفكم الأسبوع المقبل واستمروا في متابعتنا جميع أيام الأسبوع معدى يوم الجمعة ونهاركم سعيد موسيقى موسيقى موسيقى